يا أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد من كلام الناس في البداية اسمحولي أخذ من وقتكم دقيقتين بخصوص طبعاً حلقة مبارح والجدل والنقاش اللي أثير عليها من مبارح مبدئياً أنا بعتذر بشكل واضح وصريح إذا كان اللي قلته مبارح اتفهم منه إني موافقة على أي عنف أو أي إهانة ضد عروسة الإسماعيلية وإني بشجع على قرارها مش هقول إن سوء فهم ولكن بعترف إنه سوء تعبير وإن توفيق خني في اختيار كلمات توضح المعنى اللي أنا كنت أقصده وليكنت أقصده مبارح إن إذا كانوا اللي اتنين اتصلحوا يبقى هم أصحاب القرار نروح لسؤال مهم هل ده مقبول أو مرفوض ممكن أو الأكيد يبقى مرفوض مننا كمجتمع ولكن العريس وعرسته كان ليهم رأي تاني وبشكل عام محاولة العلاج بين أي اتنين ليها أكتر من طريق يمكن أصعبها هي الصلح والأهم من الصلح في الحالة دي إنها تكون بشروط تحافظ طبعا وبكل تأكيد على كرامة الاتنين من الستة والراجل وطبعا مش محتاجة أقول إن يضد العنف وضد الضرب وضد الإهانة ودي الجملة اللي أنا قلتها أمبارح أكتر من ثلاث مرات ترجمة نانسي قنقر